اشتركوا في القناة طبعا السؤال اللي رح اجاوب عليه اليوم بشكل مختصر جدا هو سؤال كثير انتشر وكثير ناس بتحكي فيه هو حقيقة انه الارض كراوية او مسطحة والناس انشغلت في هذا السؤال ووجه الي تساؤل على هذا السؤال ورأيي في هذا الموضوع بكل صراحة وبكل وضوح الموضوع ما بيعنيني يعني انا مش من الناس اللي بتهتم في امر لا بنفعني ولا بنفع المسلمين ولا بنفع البشرية فموضوع انه الارض مسطحة ولا الموضوع الارض كراوية لا هذا رح يغير حياتي وحياة البشر ولا هذا رح يغير حياتي وحياة البشر وان كان الموضوع انه نظريت المؤامرة وتآمر علينا لتجهيلنا فلابد في حكم عند الله عز وجل انه اخفاها عنه وان كان ما وصلوا الى حقيقة انه الارض كراوية فهذا شيء ننتفع فيه ولا بدورنا ولا بيأثر علينا واللي بيجيبولك معناته كل علومنا وكل حساباتنا وكل اشياء انا غلط طيب تفضل اجتهد وعطينا الصح على حسب الاشي او المنطق او العلم اللي انت بتقول انه الارض تختلف شكلها او حجمها عن الاشي اللي احنا درسناه في المدارس او عرفناه فهذا موضوع اثاروه مجموعة لاجل انه يشتت عقول البشر اكثر ما هي مشتتة ويدخل الناس بترهات لكلام يشغلهم ويضيعهم عن لب الموضوع يعني بمعنى اخر زي اللي بيحكيرك تطلع على العصفورة وبضربك كف فهذا الكف اللي انت اكلته فيه فايدة اليك ولا فيه مضرة لا اليك وشو ضيعت من وقتك انت وانت تفكر في هاي المسألة اللي لا راح تفيدك ولا راح تفيد الامة ولا راح تضرك ولا راح تضر الامة عكل المقاييس بالنسبة اننا احنا في علم الفلك هي نفس الحسابات الشمس بتشرق اي ساعة وبتغرب اي ساعة القمر بشرق اي ساعة وبغرب اي ساعة اتصالاته في الكواكب واحنا هذا الاشي مش انه والله بس على الورق ومش شايفينه بعيننا لا انت فيه برامج بتقدر تنزلها على التليفون وترفع انت على السماء بيحدد لك هذا النجم شو اسمه ومكانه والبرج هذا شو هو وشو الكواكب اللي موجودة فيه وبرضه بدون ما تطلع في الابلكيشن ترفع عينك بتشوف النجوم في السماء هذا اللي بهمني هاي السماء اللي بتضلني وهاي الكواكب اللي موجودة فوقي غابت طلعت لفت حوالينا الأرض تشعبطت لعبة جنباز ما بهمني بهمني إشي واحد إنه أنا شايف الإشي بعيني ومتحقق منه ومتأكد منه وعلى أساسه أنا بكتب الإشي اللي أنا شايفه ولكن شيء بدك تثبته يا سيدي شد حيلك اطلع على السماء وصور صورة وتأكد إنه الأرض مسطحة ولا لا بس إنه في النهاية حتى لو صورتها إيش رح تستفيد أو إيش رح نستفيد إحنا فهذا الموضوع ما بنصح حدا إنه يدخل فيه ولا إنه يحكي فيه ورد في القرآن دحاها وورد في القرآن كورها وورد في القرآن وتفاسير القرآن إنه مسطحة وورد في تفاسير القرآن إنها كروية واختلفوا عليها هاي المسألة منذ الأزل منذ الأزل هم مختلفين على هاي المسألة شمعنا الفترة هاي اثيرت ليش فكر ليش انه هسا هاي المسألة اثيرت وصار لها ناس وصار لها جمعيات وصاروا ناس يحكوا فيها ليش هذا الحكي يعني قبل عشر سنوات ما كانش احنا شو خضم المسألة اللي احنا عايشين فيها الان ايش المتاهة اللي الوطن العربي له سنوات بدفع دم وشباب ومؤامرات تحاك ضده عشان يوصلونا للمرحلة احنا ننشغل عن المسائل المهمة ونتعلق في قشة لا رح تنجينا ولا رح تسوينا اي اشي فاذا بتكوا تركزوا ركزوا في مسائل تنفعكم وتنفع المسلمين وتنفع الامة هاي ركزوا في مسائل تنفع الامة ما تركزوا في مسائل بتضيع وقتك ووقت الناس وامشي على الاشي اللي بين ايديك لحديت ما ربنا يشاء ويكشف لك حقائق جديدة وتكون مثبتة بادلة علمية بعدها اتبعها وانا رح اتبعها معك نقطة واول السطر نبدأ في توقعات اليوم حكينا انه القمر عامل خلوه مسار الان خلوه المسار هاد بين الميزان والعقرب رح يستمر خلوه المسار تقريبا للساعة ستة وتسعة عشر دقيقة بتوقيت جرينتش يعني تقريبا ساعة وتسعة عشر دقيقة من بعد بث هذه الحلقة بعدها بيكون استقر في العقرب ولما يستقر في العقرب تأثيراته رح تكون علينا ومزايا هسا رح نحكيها وبما انه القمر رح يستقر في العقرب فيعني رح يكون في اول منزل هي منزلة الاكليل ولكن لانه هي بتاخذ جزئين من الميزان وتاخذ من العقرب فما رح تستمر طول النهار فهيكي رح يكون القمر في منزلتين خلال هذا النهار منزلة الاكليل هي تقريبا لساعات ما قبل الظهر او لساعات الصباح هي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرارية يعني جيدة اما بنزلتي العقرب وهي قلب العقرب بمعنى اخر هاي المنزلة للظفر يعني بمعنى الانتصار للقوة للعظم للنصرة للثبات برضو للربح والسلامة يعني بمعنى اخر انه احنا اليوم رح نعيش بمنزلتين المنزلتين هدولا قويات جدا بعطونا حضوض قوية جدا ورح نتجاوز فيها اشياء كثيرة كانت صعبة علينا في خلال اليومين اللي موضوع القمر لما بكون موجود في العقرب عادة منحس انه هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا منحب يا منحب بشدة يا منكره بشدة بنشعر على طول الخط باي انتقاد ومنحس انه ثجيل علينا ما بنتقبله بشكل سلس بلعب بهاي الفترة الجنس دور ملحوظ في حياتنا لازم انه نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ان ينفجر في وجه اي حد او اي شخص موجود حوالينا بسبب التأثيرات او ضغوط العاطفية المحبطة ووسعنا شراء بوليس التأمين او قراءة رواية بوليسية مثلا او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او حتى شراء بيت فهاي الفترة مناسبة لكل هاي الامور بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل هذا النهار اول زاوية رح تكون هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وعطارد رح تكون الليلة تقريبا بحدود الساعة تسعة وخمس وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع بعدها في زاوية ثانية رح تصير برضو تقابل سلبية زاوية التقابل السلبية هاي رح تكون بين القمر وورانوس رح تكون الساعة عشرة واربعة وخمسين دقيقة مساء بتخلق عنا نوع من الشعور من الملل من اي عمل روتيني يفضل في هاي الساعات ساعتين او الثلاث اللي بدأت تشكل فيها الزاوية هاي اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض عشان هيك نكون حذرين اما الزاوية التي تليها وهي بساعات الفجر رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر والزهرة في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيش هاي الزاوية بتأجج العواطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي ممكن ننجح بتعزيز العلاقة معهم وبعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور انه يبتكروا شيء جديد او يبدعوا في المجالات اللي هم بيشتغلوا فيها وبتحسن عطاءهم وابدعهم الزاوية اللي بعديها رح تكون زاوية تربيع سلبية بين عطارد وورانوس يعني كوكبين كبار يعني زاوية هاي رح تاخذلها ايام وهي موجودة وتأثيراتها الها ايام رح تستمر يعني فهي مستمرة الها ثلاث ايام ورح تستمر تقريبا بحدود الاسبوع لو الدام رح تظل نفس الزاوية موجودة هاي زاوية التربيع رح تكون الساعة ثمانية وواحد وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينيش صباحا بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز بتصعب علينا هاي ايجاد حل لبعض المسائل كما انه هاي الزاوية بتجعلنا عصبيي المزاج وممكن نرتكب اخطاء وتهورات خلال فترة هاي الايام والوقت هذا غير صالح لا لشراكة وما تعتمدوا على الحدث في هذه الفترة اما من ناحية دولية او سياسية خليها دولية احسن بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار احنا بنحكي اجمالا في كل الدول غالبا هاي الزاوية او هذا التأثير او هذا الجدل بخلي الجهة المتفوقة هي جهة اليمين ممكن تشهد هذه الفترة احتجاجات مظاهرات لحركات نقابية احتمال وقوع تفجيرات او زلازل وممكن تشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة والكتابة للمتابعات القضائية والاعتقالات اما الزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 12 و45 دقيقة بعد الظهر بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا والزيادة ومنحاول لأننا نساعدهم قدر الامكان يعني نعمل عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية حكينا انه القمر في العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم 19 بيبدأ الساعة 9 و21 دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء وبستمر حتى تمام الساعة 10 و40 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ينتقل بعدها القمر لبرج القوس عمر القمر القمر طبعا في الربع الاخير بلشين حصر عن الربع باتجاه الهلال عمره 22 يوم وفي تمام الساعة 10 و18 دقيقة بتوقيت جرينيتش الليلة يعني بصير عمره 23 يوم نسبة الاضاءة بتصبح 40% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى 21 منتحس القمر في العقرب حتى 19 1 سعيد عطارد في الدلو حتى 32 منتحس الزهرة في الحوت حتى 72 سعيد المريخ في القوس حتى 16 2 منتحس المشتري في الجدي حتى 14 5 مزاجه ممتزج يعني طول اليوم بتقلب بين السعادة والنحوسة فعشان هيك منقدرش نكتب سعيد ونحيس سعيد ونحيس لا منحطه ممتزج زحل في الجدي حتى 11 5 مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى 15 8 مزاجه سعيد نبت في الحوت حتى 23 6 مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 4 مزاجه ممتزج وصلنا لتوقعتنا اليومية برج الحمل اليوم بيحمل فرص كثير لمكاسب مالية وفي منكو ناس رح يحصل على مال يا إما من شراكة يا إما من تعويد صحتكم أو صحت يريب لكم بتكون خلال هذا النهار أو خلال هذا اليوم بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء ما تكون عنيد وعصبي ومتوتر ومنفعل حاول أنك تكون هذا الأعصاب وإذا كان عندك توقيع عقد أو مشروع معين بفضل أنك تستشير وتتأكد من المعطيات يبل توقيع العقد أو البدء في المشروع برج الثور كل اهتمامك بكون على محور تدعيم شراكتكم المالية والعاطفية أهم شيء أنك تحافظ على أعصابك ونبرد صوتك يعني الصوت العالي ما رح يعطيك نتيجة خلال هذا النهار وما تعرض بخلال إنفعالاتك لأي لقاء إلك ممكن يكون مثمر بتعرضه للفشل بسبب عصبيتك القمر صحيح لأنه موجود بالك شوي هيك بتحسها تعيسي وشوي الجو حزين لأنه ما عندك طاقة كبيرة وممكن تشعر بالظلم حتى أو القهر أهم شيء إنك تتجاوز الفترة هاي بدون يأس ودك تكون صبور لعلك تنجح برج الجوزاء يعني حكينا إنه مش زي الأيام الماضية القمر الآن موجود في بيتك السادس بيت الصحة يعني إنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل وما تخلوا العمل يتراكم نظموا جدول غدائك خذوا قصد كافي من الراحة ما تسمع لحدا بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء في المجالات اللي أنت بحاجلة استشارة فيها لا تتشبث برأيك استمع لآراء الغير بهدوء وروية بدون عصبية ما تتسرع في قراراتك ممكن هذا النهار تنشغل بملف أو بمعاملة برج السرطان يعني هذا يوم إيجابي ببعث في روحك وفي جسدك البهج والانشراح ما بتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا ممكن يكون عندك نوع من أنواع المفاوضات اليوم وممكن تحقق أعمال وتقدم واضح أهم شأنك تخصص وقت ممتاز لأحبائك أنت اليوم مشحون بحيوية وحماس كثير تقدر تتواصل مع أحبائك ومحيطك بشكل سلس وتحقق نتائج ممتازة جدا من هذه اللقاءات والاتصالات برج الأسد يعني كل الأمور هسه بتنصب على المسكن أو على العيلة أو على البيت ممكن تعديلات ممكن تصليحات ممكن أعطال منزلية منكم ممكن يغير سكنه أو يفكر أنه ينتقل من سكن لسكن أو من مكان لمكان بميل أفراد العائلة إلى مساعدتك ممكن ممكن تدخل تدخل فترة فيها مواجهات مع الحبيب أو مع أفراد العائلة الفترة متوترة شوي تضطر أنك تهتم بأحد أفراد العائلة أهم شيء أنك لا تهمل صحتك برج العدراء تنشطه اليوم في الدراسة في السفر في الامتحانات في الاتصالات في التسويق هذا يوم مناسب للخروج نزهة زيارة رحلة بتعززوا فيها علاقة مع أخ هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط أنك تتحلى بالروية والحكمة والموضوعية يعني فترة ممتازة بطلب منك أن الفترة هاي تستغلها بالتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك في منك أشخاص رح يطلق حملة ترويجية وفي منك رح يسمع خبر رح يكون مفرح جدا بالنسبة لإله وبنتظره إله فترة طويلة برج الميزان كل اهتمامك اليوم هي الميزانية والفواتير والمال اهتمامك كله رح يكون على موضوع المال في فرص متاحة الحصول على مال وعلى الأغلب رح يكون من عمل إضافي أو مكافأة هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات ولكن بدك تتفائل بالخير عشان تجده وانطلق تحرك لا تظلك ساكن استغل هذا اليوم واسعى للوفاق والمصالحات حاول أنك تعطي حلول وسط لطف الأجواء حسن علاقاتك وحاول أنك تقلل من مصاريفك يعني الإشي اللي مش ضروري تشتريهوش برج العقرب اليوم عكس الأيام الماضية تماما اليوم انتو نشطين عندكو حيوية بنجذب لكم أفراد الجنس الآخر في منكو رح يبدأ علاقة غرامية أو يعزز علاقة غرامية كان بادئها أو يرغب أنه يتقابل هو والحبيب ممكن تبادروا بخطوة جديدة هاي الخطوة بتدعم من مركزك الاجتماعي الأحداث رح تكون اليوم سريعة جدا يعني بسرعة كبيرة جدا رح تتحرك الأشياء هاي وتتطور أشياء معك لدرجة أنه أنت رح تكون متفاجئ من هاي التطورات تستعيد كامل حيويتك ممكن تتلقى جواب كنت تنتظره بتفرح لخبر أو لإنجاز معاملة تنطلق بمهمة طال انتظارها وفي خبر جديد ممكن يدخل حياتك يعني هاي بقدر أحكي من أكثر أيام الشهر حظا هذا اليوم برج القوس يعني يوم لا تحسدوا عليه القمر موجود في بيت متاعبكم تجتازوا يوم بشكل عام غير مريح لا صحيا ولا نفسيا رغم أنه ما في أي مخاطر بطلب منكو أنه تنجزوا بس اللي أنتو بتقدروا تعملوا من عمل ضروري وأنه تحاولوا أنكو ترتاحوا حادروا من بعض المحتالين وحادروا من خيبات الأمل الحضوذ قليلة ما تجازف منتظرك تأخير وفوضى من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة خلال هذا النهر برج الجدي بتنشطوا اليوم اجتماعيا وممكن تلتقوا الأصدقاء وممكن يكون عندكو أكثر من نشاط اجتماعي وفي هاي اللقاءات رح ترتاحوا بصحبة أي شخص رح تلتقوا معاه بوسعك وتحقيق أمني بمساعدة صديق أهم شيء أنك ما تحاول أنك تقول والله أنا اليوم بدي أستغله لحالي أو أجتهد أنا عشان أعمل لا حاول إذا فيه شخص بقدر يساعدك يعني ارمي الحمل كمان على شخص لأنه رح تلاقي نتائج أحسن أكثر التعاون مطلوب في هاي الفترة لتحقيق النجاح ممكن تفرح بوجود أحد الأصدقاء أو الأصحاب من فترة أنت مش شايفه أو تصير مصالحة بينك وبينه كان في قطيعة معينة يعني حاول أنك اليوم اترفع عن نفسك في لقاء ودي أو زيارة غير متوقعة برج الدلو يعني يوم مناسب للي ببحث عن عمل أو برغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعملوا بيثبتوا اليوم جدارتهم وبينال رضا المسؤولين عنه في منكوا رح يهتم بصحة أحد الوالدين أهم إشي أنه ما تنجر وراء التسرع والإنفعال بدك تحاول أنك تكون هادي القمر يعني بشكل زاوية إحنا منسميها زاوية التحدي عشان هيك في لحظات ممكن تبدو غاضب أو عدائي حاذر في هاي الفترة من الخلافات في منكوا ممكن يكرم أو ممكن يحصل على فرصة مهمة جدا لمستقبله برج الحوت اليوم ممتاز جدا بالنسبة لك يا موليد الحوت ممكن يصلكوا خبر كنتوا تنتظروا يسعدكم والخبر هذا ممكن يكون من بعيد ممكن تشعروا بقوة العاطفة إنها تأججت الزيادة ويصير عنكم رغبة بلقاء الأحباء أو الاتصال فيهم يوم مناسب لإجراء مقابله عمل أو دراسة ممكن أشخاص من برج الحوت يكونوا على سفر وفي أشخاص رح تفرح لإنفراج وتسوية مهمة بالنسبة لإله وفي منكم رح يهتم بهواية جديدة الفترة هاي إجمالا بتكون حيوي متحمس وعندك رغبة داخلية إنك تتابع المسائل وكمان عندك القدرة على التواصل مع المحيط بشكل بشكل واسع جدا وكبير جدا حاول إنك تستغل هذا النهار لتحصد كل نتائجه هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم ما أبدأ أحكي لكم في تحت أشياء يبسوا عليها وشيروا هذا لأن شفتكم كسلنين الأيام الماضية يمكن لأني أنا ما نبهت وما ذكرت ونسيت واتكاسلت وشفتوا ترفع إيدك وتكبس على الكبس يعني بدها جهد يعني عنك أشياء تحاولوا أنك تكبسوا عليها يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء